موسيقى فيديو النهاردة نتعلم مع بعض ازاي نعمل غرزة بطريقة سهلة وبسيطة غرزة البوف بطريقة سهلة وبسيطة تكرار سطرين سطر الاول غرز العمود بلفه والسطر الثاني من غرز البوف في الشكل اللي انتم جايفينه معنا ده غرزة شكلها جميل وشيك وتنفع تستعمليها بحاجات كتير ممكن تعملي منها كوفية ممكن تعملي منها سكارفة ممكن طاية ممكن بطنية بيبي ده بيكون شكلها من ورا ممكن تعملي منها جاكت وان شاء الله هنعمل منها جاكت مع بعض في الفيديو هدي الجاية هي تكرار زي ما قلنا تكرار سطرين اللي انا بعمل سطر والسطر التاني يعني بعمل سطر والسطر التاني وببدأ اقرر السطرين اللي انا عملتهم يلا نبدأ مع بعض نشوف الادوات المستخدمة معاني ايه واستخدم معاني الابرة المناسبة لي هبدأ اعمل الغرزة بتاعتي عبارة عن الغرزة بتاعتي عبارة عن عدد من السلاسل بس براعي في عدد السلاسل ده انه هو يكون عدد زوجي هنبدأ نعمل مع بعض عدد البداية ونبدأ نعمل واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر دول عشرين سلسلة وهبدأ اعمل سلسلة سلسلتين ارتفاع وهبدأ اعتبرهم بمثابة عمود وهبدأ ادخل في السلسلة التانية وابدأ اعمل عمود تلفها والسلسلة اللي بعدها باخد لفها على الابرة وبدأ في السلسلة اللي بعدها وبعمل عمود بلفها يبقى السطر بتاعي الاول عبارة عن ورزة العمود بلفها ان انا باخد لفها على الخيط وبدخل في السلسلة وبشد الخيط بدخل جواب بشد الخيط بيبقى عندي ثلاث حلقات بلف لفها على الابرة بيبقوا اربعة بطلع من اتنين وبعدين بطلع من اتنين تاني مع بعض باخد لفها على الابرة وبدخل في السلسلة اللي بعدها وبشد الخيط بيبقى عندي ثلاث حلقات بااخد لفها كمان على الابرة وبعدين بطلع من حلقتين واطلع من حلقتين دي هرزة العمود بلف خلينا نقربهم بعد شوية انا عندي حلقة على الابرة بااخد لفها على الابرة تاني وبدخل في السلسلة اللي بعدها وبشد الخيط بيبقى عندي ثلاث حلقات بطلع من حلقتين بيبقى عندي حلقتين بااخد لفها وباطلع من نوم الاتنين بيبقى عندي السلسلة اللي بقية معي هاخد لفها على الابرة وادخل في السلسلة اللي بعدها واشد الخيط بقى عندي ثلاث حلقات بلف الخيط وبعدين بطلع من حلقتين هنبدأ نكمل الغرز بتاعتنا كلها بنفس الطريقة لحد ما وصل وتأكد ان هما معي عدد زوجي اي عدد زوجي انت عايزاه هنكمل الاخر السطر هنا اول سطر من الغرزة بتاعتنا عبارة عن غرزة العمود بلفة وعدتهم لقيتهم اتناشة عشرين سلطلة هنبدأ نعدهم بعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احد اشتناشت تحت احداشر خمستاشر ستاعة سبعة اشتاعة حشر هبدأ السطر التاني هبدأ ارتفع واحد اتنين سلسلتين ولف الشغل بتاعي على الظهر بالشكل ده وهبدأ اتخطأ اول عمود انا عملتي فيه الاتنين سلسلة وهبدأ ادخل في العمود اللي بعده ولطوله عامل غرزة بفت من تلات عمويد غير مكتمل. هدخل واعمل زي ما تكون بعمل عمود. بس عندي تلات حلقات. هاقض لفة على الابرة تاني. وهدخل في نفس الفراغ. واشد الخيط. بقى عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هبدأ اخد لفة تاني على الخيط. وادخل في نفس المكان. واطلع. بقى عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع سبع سبع. حلقات على الابرة هلف لفة. يبقوا كده تمانية هبدأ اطلع من التمانية كلهم مع بعض. بالشكل ده يبقى عندي حلقة واحدة هلف الخيط وامل غرزة سلسلة. غرزة السلسلة دي اللي انا عملتها بتخطى بها غرزة سلسلة من تحت. وابدأ لفة الخيط على الابرة وادخل. انا بتخطى دي. هدخل علي بعدها واعمل غرزة تاني. بادخل كاني بعمل عمود. وبشد الخيط بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبالخد لفة على الابرة. وبدخل تاني في نفس الفراغ. وبشد الخيط واطلع. بقى عندي خمس حلقات. بلف لفة على الابرة. وادخل وشد الخيط من جوة. بقى عندي سبع حلقات بخرج. باخد لفة واخرج من الثمن حلقات كلهم مع بعض. بقى عندي حلقة واحدة. باخد لفة. واعمل غرزة سلسلة. وده بيكون شكل غرزة البوف بتاعتنا. هنبدأ نعمل تاني مع بعض. انا عملت سلسلة بتخطى بها سلسلة من تحت. واخد لفة على الابرة. وادخل في الغرزة اللي بعدها. واشد الخيط. واطلع. بقى عندي طلعت حلقات. هاخد لفة على الابرة. وادخل في نفس المكان. وادخل. واشد الخيط. بقى عندي خمس حلقات. بقى لفة على الابرة. بقى ستة. وادخل واشد الخيط. وبطلع بيبقى عندي سبع حلقات. باخد لفة. واخرج من السبع كلهم مع بعض. واقفل بسلسلة. واتخطى سلسلة. واكمل بنفس الطريق غرصة مكونة من ثلاث عمويد غير مكتملة. ده اول عمود معي. مش بكمله. بدخل تاني. واعمل تاني عمود. ما بكملهوش. وبدخل وبعمل تالت عمود. ومش بكمله. وبخرج من كل الحلقات اللي عندي. واعمل سلسلة. هبدأ اكمل. هاخد لفة على الابرة. وادخل كاني بعمل عمود بلفة. واطلع. ما بكملهوش. باخد لفة. وادخل تاني. واشد الخيط. واخد لفة على الابرة. وادخل واشد الخيط تاني. وبعدين بخرج من كل الحلقات اللي عندي. واعمل سلسلة. كمان مرة. هلف الخيط وادخل. تاني مرة. تالت مرة. واخرج من كل الحلقات اللي عندي. واعمل سلسلة. وهنكمل. بنسيب سلسلة. وبندخل في الغرزة اللي بعدها. وبنكمل الشغل بتاعنا. هو يجد الخيط ونخرج. ونقفل بسلسلة. هنبدأ مع بعض. نسيب سلسلة. ونقفل بعدها. ونعمل غرز بباف من ثلاثة عموين. دهني. هسيب سلسلة. وهي جعل بعدها. ونعمل غرز بباف من ثلاثة عموين. هسيب سلسلة. وهي جعل بعدها. وهعمل غرز بباف من ثلاثة عموين. واخر حاجة عندي. هنا ثلاثة الارتفاع اللي انا كنت بارتفع بيها. هابتألف الخيط وادخل. في اخر سلسلة انا عملتها. واعمل عمودي. باول السطر ببدأ عندي بعمود واخر السطر بنتهي. بعمو. بالشكل اللي انتو شايفين. وده بتطلع معي الغرزة بتاعتنا. وده بيكون شكلها من قدين. هبدأ ارتفع واحد اتنين. احنا قلنا الغرزة بتاعتنا. ولف الشغل بتاعتنا بالشكل. احنا قلنا الغرزة بتاعتنا عبارة عن تكرار سطرين السطر الاول. عملناه عمويد. والسطر التاني عملناه من غرز الباف. هبدأ اجي اعمل السطر الاولين اللي انا عملته العمويد. هبدأ اعمله هنا. تخطى اول سلسلة معي. وبايجي عندي سلسلة الباف اللي انا عملتها الاخيرة. وبدخل تحت الحلقتين واشد الخيط واعمل غرزة عمود. واللي بعدها السلسلة الارتفاع اللي انا ارتفعت بيها. وست سلسلة تحت مكانها. بدخل فيها وبعمل عمود. اللي بعدها على غرزة الباف. على السلاسل بتاعتي هي. بدخل تحت الحلقتين بالشكل ده. وبشد الخيط. وبخرج. وعمل عمود بلف. وسلسلة اللي ارتفاع ظهر عندي. تحت الحلقتين بدخل. بدخل تحت الحلقتين. وبشد الخيط واعمل غرزة عمود بلف. وهبدأ اكمل فوق كل غرزة قابلني. هعمل غرزة عمود بلفة. فوق كل غرزة. غرزة عمود بلفة. هده اطلع عندي بشكل اللي انتو شايفينه ده. بنكرر نفس السطر الاولاني. هبدأ اكمل كل السلاسل اللي عندي دي. عملها غرز عمود بلفة. ونرجع مع بعض لكون شكل بتاعنا. بعد ما كملنا السطر التالت. تكرر السطر الاولاني. واخر حاجة ما ننساش ان احنا بنقفل في سلاسل الارتفاع. نعملها عمود وبعدين من ارتفاع واحد اتنين. وبلف الشغل بتاعي وبرجع اقرر السطر التاني. غرز بوف تاني. هبدأ ادخل. وادخل. عند اول فراغ هنا. واعمل غرزة بوف من ثلاثة امويت غير مكتملة. هخرج منهم. واقفل بسلسلة. واتخطى سلسلة. وادخل على اللي بعدها. واعمل غرزة بوف. هكمل. هسيب سلسلة. وادخل في السلسلة اللي بعدها واعمل غرزة بوف. غير مكتملة. مع ثلاثة امويت غير مكتملة. دي اسمها غرزة البوف. ترم بتكون. زي مجموعات عندي كبيرة فوق بعضها. هبدأ اتخطى سلسلة من تحت وادخل في السلسلة اللي بعدها واعمل غرزة بوف. تخطى سلسلة وادخل في اللي بعدها واعمل بوف. تخطى سلسلة وادخل في اللي بعدها واعمل بوف. تخطى سلسلةو يع Lizzie. تخطى سلسلة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتفع بعدد الاسطور اللي انا محتاجاها هو تكرار سطرين انا بقطر السطر الاولاني اللي هو غرز العمود والسطر التاني اللي هو غرز البوف سلسلة وبقى سيب سلسلة من تحت وبعمل غرز البوف بتبقى عندي الغرز بتحت بالشكل اللي انتو شايفينه ودي قطعة اللي انا عملتها قبل كده ده بيكون شكلها اتمنى ان الفيديو النهار بيكون عجبكو الشرح يكون سهل وواضح وتكونوا استفدتم منه لو في اي سؤال او استفسار ياريت تكتبيلي في قسم التعليقات اللي تحت الفيديو ولو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركي في القناة عشان يصارك كل جديد وشكرا جدا جدا لمتابعكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته